كرت الـ RTX 3070 Ti ما هي أهم مزاياها؟ ما هي الأشياء التي تنقصها؟ وهل الاختبارات التي قمت بها تجعلها يثبت جدارته او لا؟ دعونا نتعرف على الكرت الجديد من انفيديا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وبهذا الفيديو الـ RTX 3070 Ti هنا أذكركم أنه تم الإعلان عن الـ 3080 Ti الأسبوع الماضي وكما له فيديو موجود على القناة مع كامل الاختبارات ولكن في هذا الفيديو سأركز على الـ RTX 3070 Ti ويعتبر خليفة الـ RTX 2070 Super الذي كان يقدم أداء عالي على دقة 1440P الـ RTX 3070 Ti بحسب انفيديا سيعطي أداء أفضل بضعف ونصف مقارنة بالـ 2070 Super وأيضاً أفضل بضعفين مقارنة بالـ GTX 1070 Ti من أبرز التحسينات التي حصل عليها الـ RTX 3070 Ti هي دعمه لذاكرة الجي دي دي ر 6 اكس التي تقدم أداء أفضل وأسرع مقارنة بالـ GTD R 6 الموجود في الـ RTX 3070 الماضي أيضاً من التحسينات التي حصل عليها هي دعم الـ HDMI 2.1 والذي يعطي دقة عرض تصل للـ 4K و120 هرتز بعكس الـ RTX 2070 Super حتى أنوية الكودا كورتم زيادتها في 3070 Ti وصارت 6144 نواة وتعتبر أفضل بفارق ضعفين مقارنة بالـ 2070 Super معمارية الـ 3070 Ti هي الأمبير وهي غنية عن التعريب وأثبتت نفسها في الساحة ومعروف عن هذه المعمارية بتقديم أداء عالي في تقنية تتبع على شعة Ray Tracing مقارنة بمعمارية الترننج السابقة 3070 Ti يدعم أنوية تنسر كورس بالجيل الثالث وتفيد هذه الأنوية في تقنية DLSS 2.0 والتي تساعد في تحسين المظهر والدقة وتزيد عدد الإطارات بإستخدام AI أو بلا صح الذكاء الاصطناعي RTX 3070 Ti يدعم تقنيات Nvidia Reflex والتي تفيد كثيراً في الألعاب التنافسية وسبق وشرحتها في فيديوهات سابقة ولكن بشكل مختصر ترى هذه التقنية ستقلل مدة التأخر في الألعاب التنافسية في نفس الوقت تقيس وتعدل مدة الليتنسي التي هي التأخر في النظام حالياً كثيراً العاب تدعمها أبرزهم Fortnite وCall of Duty Black Ops Cold War تطبيق Nvidia Broadcast متوافق مع الـ 3070 Ti وأداءه سيكون أفضل لأنه سيستفيد من الأمبير المعمارية حقتها طبعاً هذا التطبيق سيعطي أقصى معدل إطارات وأفضل جودة ممكنة في البث أيضاً سيتيح التطبيق إمكانية عزل الضجيج ويتيح ميزة تتبع الوجه أثناء الحركة وعزل الخلفيات دون الحاجة لشاشة خضراء أو Green Screen استهلاك الطاقة في الـ 3070 Ti هو 290 واط يعتبر أقل من استهلاك 3080 Ti لو تذكرون سبق وذكرت أنه حوالي 350 واط فهذا الآن 290 يعني أقل بـ 60 واط تقريباً ولكن يظل على قليل أيضاً مزود الطاقة المقترح من Nvidia للتشغيله هو 750 ويتم تغذيته بالطاقة من خلال منفذ الـ 12 بين ومنفذ الـ 12 بين تعودنا عليه مع سلسلة RTX 3000 والكرت حجمه أصغر بفارق ملحوظ مقارنة بالـ 3080 Ti مثل أخوه الأكبر يمتلك مروحتين واحدة خارجية وواحدة داخلية وطبعاً نوعية التبريد المستخدمة هي نفسها التي تبعتها Nvidia مع نسخة Founders Edition والتبريد أثبت كفاءته وأهم شيء الآن أتكلم عن الأداء في اختبار الأداء لو بدأت بالـ 3D Mark Time Spy الكرت عطت 14132 وأمامكم مقارنة بينه وبين كروت أخرى في تجربة الألعاب كانت الاختبارات على دقة 1440 على أعلى أعدادات ممكنة وكانت النتيجة في الإطارات كالتالي Doom Eternal من 187 إلى 269 إطار Death Stranding مع تفعيل DLSS من 133 إلى 187 إطار Call of Duty Black Ops Cold War مع Ray Tracing والDLSS متوسط الإطارات من 60 إلى 82 إطار Battlefield 5 مع تفعيل Ray Tracing والDLSS متوسط الإطارات من 96 إلى 121 إطار في لعبة Fortnite مع Ray Tracing وأيضاً مع DLSS كانت من 92 إلى 126 متوسط الإطار Watch Dogs Legion مع تفعيل Ray Tracing والDLSS متوسط الإطار من 76 إلى 90 إطار نحن الآن للسعر السعر على الورق والسعر الرسمي يختلف بالتأكيد عن السعر في السوق وهذا بسبب شح الكروت العالمي والذي نعيش هذا الموضوع بسبب التعدين وغيرها من الأمور السعر كرت نفيديا 3070 Ti الرسمي يبدأ من 599 دولار يعني حوالي 2250 ريال وهو متوفر ابتداءً من 10 يونيور وألخص كل شيء عن الكرت وأقول أن الإيجابيات يعتبر خيار مناسب لللاعبين الذين يبحثون عن كرت يعطيهم أداء عالي بدقة 1440 وأداءه مع تقنية Ray Tracing والDLSS يعتبر عالي وأيضاً يعتبر الكرت خيار جيد لمحبين للعاب التنافسية وإضافة ذاكرة الجي دي دي آر 6 اكس سيفيد في صناعة المحتوى مثل التصميم والمونتاج لكن الأشياء التي أتمنتها تكون أفضل سعره منطقي ولكن مسألة التوفر هي العائق الأكبر في الموضوع ولا أظن الفيديو ومن السبب ولكن تمنيت أن استهلاك الطاقة يكون أقل ومزود الطاقة المقترح يكون 650 بدل 750 واط لكي يعني الجهاز يرتاح وأيضاً يمكنني إضافة شيئاً ثانية في نفس التجميعة ولو ما رأيكم؟ أفعل تجميع الكروت الكثيرة التي تجمعت الآن؟ أم لا؟ أعطوني رأيكم وفي نهاية الفيديو وكل فيديو شكراً لكل واحد أعطى لايك وكل واحد مشترك في القناة وكل واحد أيضاً يفعل التنبيهات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك أراكم على خير بإذن الله اشتركوا في القناة ولمشاهدة شكرا